السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصفحة السادسة والخمسون إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكنا رأينا في الصفحة الخامسة والخمسين ميلاد يحيى ونشأة مريم وتبشير الملائكة لها بعيسى واليوم نواصل مع نبذة من حياة عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أي أن عيسى هذا تتم للآية التي قبلها أنه وجيه في الدنيا والآخرة ويكلم الناس في المهد وكهلا وهذه معجزة أعطاها الله لعيسى لعيسى بن مريم حتى يبرأ أمه مما اتهمها به بنو إسرائيل وصح في الحديث أن غيره من الرضع تكلم في المهد وهو أحدهم إذن سنرى بعد ذلك في سورة مريم وفي مواضع أخرى أن أول شيء نطق به عيسى كان التوحيد قال إني عبد الله وبرأ أمه وبرأ نفسه أن يكون ولدا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الآن ويكلم الناس في المهد هذه فهمناها وكهلا سترى أن هنا مثلا كهلا حال اكتمال قوته وبعض المفسرين ذهب إلى أن الكهلا هي الكهل هو الرجل أو المرأة بعد عنفوان الشباب ودون الشيخوخة فيكون يعني قرابة الأربعين ونحن نعلم أن سيدنا عيسى رفع في الحديثة التي أراد فيها بعض المجرمين من بني إسرائيل أن يقتلوه فبعض العلماء رأى في هذه دلالة من القرآن أن عيسى بن مريم يرجع بعد أن رفع فهو كلم الناس في المهد وكلمهم صبيا وكلمهم شابا ثم رفع وهذه كهلا لم نرها بعد ويؤيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجوع عيسى بن مريم وأنه حكم عدل وأنه يقضي على الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالقصد في آخر الزمان ومن الصالحين وكيف لا وهو نبي مرسل هنا تستغرب مريم قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر لم يمسسها بشر امرأة بتول عفيفة لم يلمسها إنسي قبل ذلك فأنا يكون لها الولد فكان الجواب من الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء ولاحظ أنه في هذا الموقف قال الله كذلك الله يخلق ما يشاء وفي الصفحة الأخرى التي قبلها رأينا أن مع استغراب زكريا فقال أن يكون لي غلام فكان قول الله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء قال بعض العلماء أن هنا الله اختار كلمة يفعل ما يشاء لكون الأبوين حيين وإن كانت الأم على عقم والرجل على طاعنا في السن ولكن هما موجودان في حين أن في حالة عيسى بن مريم في حالة عيسى بن مريم استعمل الله يخلق ما يشاء لماذا؟ لأن عيسى ليس له أب فخلقه كخلق آدم والله أعلم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذه عقدتنا في ربنا أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا أراد شيئا قضى أمرا فيكفيه أن يقول له كن فيكون ولذلك سمي عيسى بكلمة الله لأنه خلق بكلمة كن فكان ويعلمه الكتاب والحكمة قيل بعضهم أن الكتاب هنا أي الكتابة والقراءة يعني أنه يستطيع أن يقرأ كل كتاب ويعلمه الكتاب والحكمة حسن التصرف والصواب في القول والعمل وعمل ما ينبغي كيف ينبغي متى ينبغي والتوراة والإنجيل عيسى بن مريم يحفظ التوراة ويعلم كل أحكامها وليس أحد من بني إسرائيل أعلم منه وزاده الله الإنجيل وهذا فيه دلالة على أنه أتى بشريعة جديدة مختلفة شيئا ما عن الشريعة التي كانت عليها بني إسرائيل من وقت موسى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إذن بعث سيدنا عيسى كمعجزة وأوتي المعجزات حتى يؤمن هؤلاء كما رأينا أن بني إسرائيل أناس ماديين يكادون يكونوا ماديين فقط لا يؤمنون إلا بالمادة لذلك التيارات اليسارية والماركسية لا تؤمن إلا بالمادة ملموس فأتاهم الله كرامات ومعجزات مرئية يرونها فأول كرامة أتيها هي أني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني يصنع طيرا من الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله بعض العلماء قال هناك يكون طيرا فإذا طار أمامهم فما أن يختفي عن أنظارهم حتى يخر ميتا وغير ذلك من التفاصيل والقرآن لا يذكر هذه التفاصيل فقط أنه كان طينا أمامكم على هيئة الطير فنفخ فيه فأذن الله له أن يكون حيا فطار يعني في رواية نافع في روايتي نافع يقول فيكون طائرا بإذن الله يعني يطير هذه المعجزة الأولى وأبرئ الأكمه والأبرص الأكمه هو الأعمى ولادة يعني ولد أعمى وقيل هو الأعمى يولد من غير عينين فما أن يمسح عليه حتى يرجع بصيرا والأبرص والبرص عفنا وعفكم الله مرض جلدي معروف وأحيي الموتى بإذن الله ثبت أن عيسى أحيى الموتى وقيل أن في مناسبات عديدة أحيى الموتى وهذه معجزة أتيها غيره من الأنبياء قبله فرأينا أن الله أحيى الموتى لإبراهيم وأحيى الموتى أمام العزير وأحيى الموتى من بني إسرائيل لموسى فكرامة أخرى أو معجزة أخرى يعني شوف أتاه الله المعجزة الكلامية تكلم في المهد وأتاه التوراة حفظه التوراة والعلم وأتاه الإنجيل وأحيى له الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا ويبرئ المرضى بالمسح قيل أنه سمي المسيح لأنه إذا مسح على المريض شفي والله أعلم فهناك من قال أنه كلمة من لغة أعجمية مشايح والله أعلم يعني إذن هذه المعجزات التي أوتيها عيسى بن مريم وسنذكر غيرها في سورة المائدة إن شاء الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يعلم ما أكلوا ويعلم ما يدخرون في بيوتهم والعلم يأتيه من عند الله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة عيسى أوتي التوراة وحفظها ومصدقا لها ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذن الشريعة التي أتى بها عيسى جاءت تنسخ بعض الأحكام من التوراة هذا النسخ كل شريعة تأتي إلا وتنسخ شيئا من الشريعة التي قبلها إن لم يكن كلها فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع السماوية ونسخت كل ما قبلها بل إن شيئا من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام نسخ بعضه بعضا وهذا بنص القرآن كما رأينا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إذن جاء يحل لهم بعض الذي حرم عليهم وسنرى لاحقا كيف أن بني إسرائيل من بغيهم وعدوانهم واعتدائهم حرم الله عليهم أشياء أحلت لهم وجئتكم بآية من ربكم وجاءهم بالمعجزات من الله فاتقوا الله وأطيعون كل هذا حتى يؤمنوا فيخشوا الله ويطيعوا عيسى رسول الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه التوحيد ليس بإبن الله بل هو عبد خلقه الله كما خلق آدم ألا فاعبد الله نفس الرسالة التي أرسل بها كل المرسلون هذا صراط مستقيم هذه هي الهداية هذا هو الطريق السوي هذا هو طريق الحق هذا هو النور الذي يأتي من الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله كما سنرى لاحقا آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة سيدنا عيسى ليس بالمغفل بل هو رجل على بصيرة ورجل ذكي وهذا قولنا في جميع الأنبياء ليسوا من الأغبياء وليسوا من المغفلين بل هم أناس يفهمون المجتمعات التي هم فيها فبعد شيء من الدعوة أدرك عيسى أن هناك من لم يؤمن وأنه يضمر له ما أضمروا لرسل وأنبياء من قبله قتلوهم فماذا فعل قال من أنصاري إلى الله عيسى أراد أن يختبرهم فقال من أنصاري هو حاسس ويعلم أن هناك من يريد قتله قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون هم صحابته المخلصون الحواريون يعني المخلص الصديق أو الصاحب المخلص نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون شهاده بأنهم مسلمون لله وهذه شهادتنا نحن أننا آمنا بالله وله مسلمون ونقول سمعا وطاعة لرسولنا ولله إذن نكون بهذا قد انتهينا من الصفحة السادسة والخمسون نسأل الله السداد وما كان من توفيق ومن سداد فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن الشيطان ومني أسأل الله أن يغفر لنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته